بفاميلي اليوم رح منحكي عن عدة اختصاصات كيف ممكن انه تساعد حتى تساعد زويل الاحتياجات الخاصة رح منحكي عن هالموضوع اليوم مع اختصاصية نطق واللغة كاتيا الحبيب الهاشم أهلا وسهلا فيك بدنا نحكي مع حضرتك كاخصية نطق بس بدنا نجرب هيك نغلف الموضوع فينا نقول نشوف كيف كل اختصاص بيدخل لا يساعد اختصاص تاني ولا يساعد هالحالة بالزيد تيري رح منبلش بالتدخل المبكر اي خلال الحمل حمل الام شو بيصير بالاول نعم هلا الطبيب النسائي مع كل التطورات بالاول اللي سايرين هو بيكتشف كتير بكير اذا فيه تريزومي او اذا فيه شلال دماغي محدد وبيقدر يبث الخبر اكيد للأهل بس هون بيجي اذا بدك تدخل للسايكولوجست اخصائيين علم النفس كرمال يقدروا يمهدوا الطريق شوي للأهل انه فيه طفل ممكن يخلق عنده تأخر حال خاصة ممكن ان كان بيشد عضلة ممكن ان كان بالتفكير لبعدين بالاستيعاب لبعدين فهون بيجي اول شي دوره للمعالج النفسي ان كان من ناحية تدخله مع الاهل ليحضر الام نفسيا اكيد كتير قبل الاب لانه الاب ممكن يكون اقوى شوي من الام وبعدين بس يبلش الطفل يكبر شوي شوي ويقدر يستوعب الاشياء كمان بده يساعده انه يتقبل وضعه بين المجتمع اللي ممكن يكون فيه ببعض الاحيان شوية الانتقادات لأله وشوية صعوبة بالانخراط كمان المجتمع والتربة وينما كان راح بنحكي عنهم بس خلينا بالاول بهذه المرحلة اي يعني احتياجات او اي حالات خاصة ممكن تنلقط والجنين بعضه ببطن الام لانه نحن بنعرف انه مشكل شي يعني مشاكل النطق طبعا ما راح نعرف فيها مشاكل السمع ما راح نقدر نعرف فيها في حالتين اكتر شي بفتكر منقدر نلقطهم صحيح فيه فيه ممكن يبين عنا التشوه الخلقي اللي ممكن الايكويات تغري تشوفها عنا التريزومي او التثلس الصبغي اللي كتير مؤخرا بيبين بفترة كتير مبكرة من الحمل شلل الدماغي كمان عنا في حالات بتبين كمان بالايكويات بيبين ان الولاد ما بيقدر يتحرك مظهور اكيد اكيد في شد في هيدا فالطبيب النساء اكيد بده بيتمهل اكيد بالبداية ليعملوا كل الفحوص الضرورية ليقدروا يأكدوا اي نوع من التشوهات موجودة عند الجنين من بعدها بده يخبر الاهل اكيد بده ينصحون يشوفوا اخصائيين ليساعدون ويساعدون بالقرار اللي ممكن هني ياخدوا للمستقبل طبع الجنين اللي بده يخلق يعني هلأ كمان نعرف انه ببعض الاحيان الجنين ما بيضاين يعني الام بتفقد الجنين في هيدا الاحتمال بيكون موجود هل ينحكى عنه مع معالجة نفسة او طبيب النساء بيكون عنده شوية كمان هيك ديراية بالموضوع وبيعرف يتعامل مع الام هل من الضروري انه ينطلب المعالجة نفسة بهك حالي بتصور مؤخرا اطبا النسائية هني ادرين يعني اغلبيتهم صاروا بيتعاطوا ديركت مع الام بيخبروها انه في مشكل مع الجنين الا اذا مسبقا بيكونوا عارفين انه هي حدا شوي ضعيفة انها تستوعب هيدا الموضوع او تتقبلوا فسيلا بالاول فبيضطروا انه يستدعوا المعالجين النفسيين المختصين كرمال يقدروا يمهدوا الطريق اكتر اذا بديك هلأ ببعض الاحيان كمان هني بحاجة لهالاختصاصيين كلهم كمعالج نفسي والطبيب والاب والام ليقدروا كلهم يستوعبوا انه ممكن هالام تفقد الجنين قبل ولادته الطبيعية دون كمان بدون يحضروا نفسيا كرمال تقدر تتقبل هيدا الشيء والاب كمان يعني كمان ما فينا نزيح الابي اللي هو بيكون عنده نفس الحال من الصدمة والزعل مية بالمية خاصة عند الاهل اللي عم بيعانوا مؤخرا من صعوبة بالحمل دونك انه تحمل تحبل الام وتلاقي انه عندها مشكل مع الطفل اللي إلا زمان ناطرته دونك هون عم بيكون في مشكل كتير كبير بالتعاطي مع الام كيف يخبروها انه هالطفل من بعد عذاب يعني اوقات كمان نحن نعرف انه بيكون في علاجات بيكون في يعني اشياء بعالجات ارمونية وكل التدخلات يلي بدأت تساعد الام انه يتصير في حمل فبيكون في علاج قبل وبيكون فيها الحمل المتعب ومن بعدها خبر مش كتير حلو التدخلات الاختصاصيين ابتداعا من اي عمر ممكن تبلش مع الطفل هل بيصير فيه علاجات بالاول اذا عم نحكي عن الشلل الدماغي اذا عم نحكي عن التريزومي او اي موضوع تاني فينا نبلش من اول ما يولد الطفل هيك كمانا بيكون فيه مساعدة للأمنا وعنما اكيد بالنسبة للشلل الدماغي على الولادة طبيب الاطفال اكيدة مع الفحوص اللي بيعملها بيقدر يكتشف انه هالطفل عنده ضعف ضعف عضلة جاية من الجهاز العصبي فهون في الفيزيوترابيوت المتخصصين عند الاطفال اللي بيبلشوا كتير بكير يعالجوا يعني هو وبابي هو وبابي يعني فيهم يبلشوا حتى قبل الست شهور عم نحكي عن الشلل الدماغي على اذا بديكتح يعني عند الشلل الدماغي فيه التدخل الكتير مبكر للمعالجين الفيزيائيين بعدين فيه التدخل المبكر للبسيكوموتريسيان للحس حركة كمانا لا يقدروا يخلوا الولد يكتشف بسرعة الاسباس اللي بيحوطوا لا يقدروا يعرفوا كيف هالولد رح يتجاوب مع الاسباس اللي من حواليه بيعلموا الاهل كمانا كيف يتدخلوا كيف يساعدون بيعلموا كتير ليساعدون يقعدوا بطريقة مظبوطة قبل ما انا يوصل تدخل تبعي اخصائيين النطق فيه عندنا مشاكل البلع انت بتعرف الطفل اول شغلة بيعملها بده ياكل وينام دونك اذا كان عندنا مشاكل بالبلع اكيد الاخصائي الفيزيائي هو رح يساعدنا بعدين اكيد بالبداية للقعدة كيف بده يقعد الطفل بطريقة مظبوطة نحن بالعادة من تعمل بيبرون او الام بتردع والولد بيكون نايم فيه كتير اطفال بيتشاردقوا بهذه القعدة او هذه النومة دونك بيكون فيه غير طريقة ليرجعوا بعدين اخصائيين النطق والعلاج البلع يجوا يتدخلوا كرمال يساعدوا الام بعدين على المدى الطويل كيف ما يخلوا الولد يصير عنده مشاكل بالبلع والتهابات بعدين ويفوتوا بمشاكل صحية اكتر المشاكل بالبلع بتكون نتيجة للشلال الدماغي ايضا عند شلال الدماغي وعند التريزومي اكيد بيتأثروا كتير بمشاكل البلع بينشغل معهم كتير بكير هلأ اكيد منشوفهم اكتر بسانتر متخصص بيكون فيه اكيب بلوري ديسيبلينار بيكون فيه بسيكوموتريسيان بسيكولوج أورتوفونيس ببعض الحالات منشوفهم بالعيادات المتخصصة كمانا انهم بيجوا كرمال يستشيروا حضان لا يقدر يساعدهم دايريكت في منهم بيبلشوا مشاكل بلع كمانا بعدين مش ضغرة عند الولادة لأن العضلة المختصة ممكن تكون ضعيفة لأنهم تعودوا كل الوقت ياخدوا ببرون دونك العضل ما بيقوى بديك تمارين كمانا حسية وعضلية كرمال تساعد الولد أنه يتقدم بطريقة أسرع وما يخلو يصير عنده مشاكل بعدين أكتر نحن منعرف أنه اختصاصية النطق واللغة إجمالا العمالة بيبلش على العمر 4-5 سنين وما فوق هلأ عم نكتشف أنه فيه مشاكل ممكن أو لازم يكون فيه تدخل قبل وما حكينا كمانا عن التوحد أداة التوحد بيبين عن عمر صغير وأداة تدخل ممكن المبكر ممكن يساعد بهذا الموضوع بالنسبة للشلل دماغي هل بيصير فيه تحسن؟ بيصير فيه تحسن مؤخرا في كتير علاجات عم بتصير بيعملوا قبر للشد العضلي بيرخوا العضل ممكن يكون عنده شد بالرقبة هالشي بيسبب له مشاكل بالبلع وبالنطق بيبقى العضل كتير ضعيف كمانا بينشغل موان صار فيه كتير تدخلات مبكرة من ناحية طبيب الأعصاب من ناحية المعالج الفيزيائي أخصائية النطق الحس الحركة كلهم بيدخلوا صاروا بكير بالنسبة للتوحد تقريبا من عمر ست شهر بتلاقي مفارقة بينه وبين الطفل اللي عم بينهم بطريقة طبيعية بتلاقي أنه ممكن يبلش يعطي أصوات وفجأة ممكن يخسرها ممكن يكون بيقدر يتطلع فيك فجأة بيزيح عيون وما بيقعد يتطلع ديريكتلي بالأشخاص بيصير يهتم أكتر بالألعاب الممكن تكون محيطة فيه هنا أخصائيين الحس الحركة بيدخلوا بكير كرمال يشتغلوا على تعرف الطفل على جسمه وبالأشياء المحيطة فيه نحنا بنتدخل تقريبا كمانا بكير إذا بديك الأورتوفونيست أو المعالجة النطق هي بتشتغل في كتير أهل بيفكروا أنها بتشتغل بس على النطق ونحنا بنشتغل على النطق المحكة والفهم لأنه اللانجاج كله سوا هو إكسبراشن وهو ريسبشن يعني إذا الطفل عم بيفهمك فهمه تعبير ما عم بيحكي بديك تشتغلي على التعبير ممكن يكون عم بيعبر حيالة شي مش بمكان المظبوط بديك أنت تقدر تلاقي له طريق مظبوطة أنه يستعمل الكلمات الصح بالمكان الصح هذا بالنسبة للتوحد إذا بده يبلش ينشغل مو ممكن تبلش تشتغلي لفترة كتير طويلة ولسنة واثنين لا يبلش يطلع كلمات جديدة هون كمان الموضوع صعب بالنسبة للأم يلي عنده أول ولد ونعرف نحنا أنه أول ولد ما منكون كتير فهمينين شو عم بيصير كيف تأذى فيه مشكلة يمكن ما تقدر هي طلقته فهون قدي دور طبيب الأطفال كمان مهم لحتى يقدر يلقط هالشي ويفسر للأم لأنه بفتكر هو أول كونتاكت مع الأم يعني وتسمحي ليه يوجه تحية لدكتور نادا أخوري يلي كمان رح بتشارك معكم بمؤتمر قريبا رح نحكي عنه من الله يعطيها كمان ألف عافية أدي هون دور البادياتر المهم شوفي البادياتر هنه أول أشخاص بيعرفوا كل شي عن الطفل يعني نحنا على العيادة طبعنا بيوصلوا الأطفال موجهين من قبل البادياتر يعني في بادياتر كمانا متخصصين بينهم الأول فترات العمر عند الأطفال هنه كتير مخولين أنه يكتشفوا هيدا المرض بكير يعني بيبعثوا مرات وبيقولوا عندي شك أنه هيدا الطفل ما بيتطلع فيه بشكوا البنج أو بشكوا التعام ما بيتأثر ما بيبكي ما بيعمل ولا ردة تفعل إجمالا الأطفال اللي عندهم توحد مش بسرعة بيتأثروا بالوجع ببعض الأحيان ومؤخرا نعم نشوف كتير بالعيادات بيسألوك بعض الأحيان كتران التوحد بهذه الأيام لا مش كتران هو أصلا موجود يبلشوا الأطفال يوجهوا بكير يكتشفوا هيدا الشي بكير وبلشوا الأهل ثار عندهم ثقافة كتير عالية يقدروا يوصلوا أنه ابنه يوصل بكير عند المعالجين ليعطوه مستقبل حلو أكيد يعني بدنا نقبل الطفل مثل ما هو بس أكيد بدنا نساعده بكل الأشياء المتيحة لأله بدنا نحكي أيضا عن طريقة العمل كفريق متخصص بيهال موضوع لو حتى ما تضيع أو أتمنون أن تضيع التاسي والأهل ما بيعرفوا مين لازم يروح بالأول وبعدين وبعدين بس خلينا نذكر مشاهدينا بأنه ممكن يتصل فينا على السفر أربعة ست أربعات لطرح أي سؤال له علاقة بيهال موضوع مشكلة عم بتعاني منا سيدي مشكلة عم بتكون مع أم كمان نحن هون منجرب نساعد قدمة فينا مع اختصاصياتنا كاتيا حبيب الموجودة معنا اليوم كيف بيصير العمل بشكل يعني بالمراحل الأهل ما بيعرفوا شيء بيضيعوا وللأسف الشديد يعني دايما بنذكر نحن هون بدنا نتوجه عند الشخص الاختصاصي اللي منوسق فيه لأنه كتير من الأحيان عم بيكون فيه تشخيص غير دقيق يعني فهون كيف الأهل بدون يعرفوا لأنه ما بيكونوا هن مختصين بالموضوع أكيد أنا اللي بنسحه للأهل كبداية يوسقوا كتير بطبيب الأطفال اللي عم بيهتم بالطفل يعني إذا قال لهم أنه أنا عندي شكوك أنه هالطفل عنده ممكن يكون فيه مشاكل توحد هلأ أكيد التريزومي والشلل الدماغي اللي يصير عندنا على ما تستفهيم على التطور عنده للولد على الكمميونيكاسيون كيف بيتطلع كيف بيبرم كيف بيلقى تلاشية أول شيء يجب أن يكون عندهم سيئة كبيرة بطبيب الأطفال اللي عم بيتابع طبيب الأطفال بالمبدأ بيقدر يبعث عند أخصائية نطق بيقدر يبعث عند أخصائية حسي حركة وبيقدر يبعث عند المعالج النفسي هلأ أنا بلاقي أنه أول شيء المعالج النفسي شوي أخف للأهل نحن كأخصائيين نطق بعدنا شوي منبعد أنه نقول فيه توحد بس منطلب فحوص أكتر بس مين اللي بيحق له يقول البيدو بسيكياتر الطبيب النفسي المتخصص للأطفال بيقدر يعمل فحوص بيقدر يقول أنه هالطفل تطوره منه ماشي بالنرمالية اللي لازم يمشي فيه طفل تاني بنفس العمر لكن البيدياتر بيواجه عند البيدياتر ومن هناك بيديو بسيكياتر بيقدر يواجه عند الكل أي مرحلة منبلج فيها أو أي مرحلة مننطر لبعدين خلينا نأخذ إدصال كاتي ألو مرحبا أهلا وسهلا مين معنا؟ معك مدام هواري تفضل أهلا وسي أهلا فيك أنا معه دمور بالدماغ نتيجة مرض بجيني اسمه قرين توبي وأنا عم معه الجوع بعمل في دينك ثرابي وفيزيكال ثرابي بس ما بلشت بعد لا حسي حركة ولا شيء تاني بس أعمل مداخلة لأنه كثير كثير الجلسات كثير غالية على الأهل يعني لا أنشورنس ولا ضمان يعني صعب الحال كثير وخطأ إذا عندي غير ولاد فحبت أعمل هكذا مداخلة أهلا وسهلا فيك ونحن نعرف كمان بهالموضوع وأصدقاء كمان لألنا وبالمحيط عنا عم يعانوا من هالمشكلة فيه أشياء نحن نحن نعرف فيه أماكن ممكن يتوجهوا إلى يعني طبعا الجمعيات الأهلية مشكورة عم تشتغل كثير بهالموضوع يمكن هيدا أفضل حل لهلأ يعني أكيد إذا مثل ما حضرتها المادام عم بتقول أنه هالطفل بحاجة لعدة اختصاصات لازم يتوجه أول شي على المراكز المختصة هيدا المراكز المختصة ممكن تساعد لأنه عندها كل الاختصاصيين بعدين في أهل بيطلبوهن أنه يكون في علاج ديراكت مع ابنهم أكيد الجلسات ببعض الأحيان مكلفة مكلفة لأنه ما فيه تغطية يعني الانشورنس ما بيغطي يعني اتكالنا عليكم لحتى تبالشوا شوائي يتساعدوا بهالموضوع فعلا مع الوزارات المختصة عم بينشغل على هذا الموضوع لأنه ما بينترك يعني هذا موضوع مش أنه هيك شيء أكسترا أو شيء أكيد هذا شيء ضروري هذا شيء ضروري لأنه مو الولد نساعد بها الموضوع عن اقتصال جديد ألو ألو موجود يا هلا مين معنا ماكم مدام فرح تفضلي أنا عندي ابني اتأخذ بالحكي من عمر السن وثمنت شهور وانا كنت أنا وبيو عملله ويأخذني عملني له تغطية سمع عملني له تغطية راس إيرم نشكر الله ما في شيء التاديات نصحنا نروح عند أورتوفونيست عمر السنتين رحنا عند أورتوفونيست يعني ثلاث شهور يقولون لنا صبي ما مش يحال لازم تخذوه عند بسيكيات وبتعثي بعمل السنتين حرام ولد البادياتر نصحنا ما روح عند بسيكيات عنو بيعطوه أدوية بقى ثم نروح من حكيم لحكيم يدلونا عمر السنتين أخذتو عن خمسة أورتوفونيست يشتغلوا معه ستة شهور وما يعطوني طريقة أنا أتعامل معه بالبيت كيف بدي يساعدو بالآخر يتمسخروا إلي إذا الصبي مثلا بلش يتعرف يقول اسم أمه يقول ماما بابا يعرف مثلا أساني قرايبينو يقولولي هده بيروكيبة بغاء يا مدام ابنك بدو بيدوكيكيات يعني بعد ستة شهور من العمل والتعب يوصلوني لنوع من إحباط نفسه شكرا لأتصالك يعني حالي أول شيء بقلب موضوعنا وحالي بس أنا بدي بدي نوه عن شغلة أنا بس أول جي سمحي لقول للسيدة إذا بتحب تتصل فيك تحت الهواء بتتصل فينا ومن مرء رأم كاتيا أكيد أنا بس بدي شدد على شغلة في بعض أخصائيين النطق أنا ما أحترامي للكل يعني كل واحد لا يقدر يستلم عيادة أكيد هو متخصص بطريقة مزبوطة بس مؤخرا عم بينسمع وعم بينحكى عن الديسفازيك اللي ببعض الأحيان التشخيص عم بيتأخر لا يبين عند الولد بس من واجبات أخصائية النطق من بكير لما بتلاقي إنها اشتغلت والولد ما تطور أكيد تسأل حالة كتير أسئلة يا هل ترى هلولد عنده ديسفازية يا هل ترى عنده يعني بس هون السيدي يعني عم بتنط من اختصاص إلى اختصاص يمكن لما بعد ما لقيت حدا مظبوط يدل شو بيه الولد على كل حال عم بينا عمل كتير مؤتمرات بهذا الموضوع وحضرتكم محضرين مؤتمر قريبا ودي واجهة تحيي لضيوفنا بإلايف إديت ودكتور ندا وحضرتك والكل يعني لأنه عم تشتغلوا كمجموعة على هالموضوع قد هذا الشي بيساعد وشو بيعطي للناس أكتر هل بيقدروا يجوا يحضروا هالمؤتمرات أو لا يتعرفوا أكتر عليكم كفريق هل بتشتغلوا وتتعاونوا مع بعض إجمالا أكيد أول شي أنا بوجه دهوة للكل أنه يجوا يحضروا نهار السبت لأنه هو رح يكون من التسعة للوحدة ونصف كل الإختصاصات ستقطع بجبال بسيدة المعونات بتمنى على المدام تجي تحضر لأنه هالشي أكيد رح بيساعدها تكتشف شو المشكل عند الطفل اللي عم بتعاني معه وعم تركض من محل لمحل أكيد بدي أرجع إلا أنه الديسفازي هي حالة إذا بدك بين حليلين مرضية للكلام بنكتشفها مظبوطة على عمر الخمس سنين وبالتشخيص أكيد مش بهالاتصال صغير أكيد أكيد بس إذا حضرتها نقل لديجامل عند حدا لحدا تاني وما عم بيدلوها وعم بيقولولها أنه مش عم بيتطور أو شي أنا بنصحها تروح عند البيدو بسيكيات يكون متخصص عن جد بالأطفال لأنه الوحيد اللي قدري إلا ويحط إذا بدك دياجنوستيك ديفيرانسيال يعني تشخيص ما بين أو هيك أو هيك ما بقى لازم تبرم كتير عنا اتصال جديد ألو ألو معنا اتصال ألو ألو يا هلا تفضلي مين معنا سباح الخير صباح النور أهلين مدام كييلو منصهلة عم تحكي معي أهلين تفضلي أنت على الهواء ألو سباح الخير تفضلي أنت على الهواء مدام كييلو منصهلة حاب بيسأل الدكتورة سؤال بس لو سمحت تفضلي دي بنت بنتي عمري هلأ ثلاث سنين وشهران أول ما خلقت كل شي فيها طبيعي طبيعي يعني أنه لمدة 8-6 شهر شايفينها كأي طفلة موجودة من المعنى الثانية هلأ بلشت البنت من بعد السنة نحس أنه ما عم بتركز أخذناها عند اختصاصيين وبتعرف أنه دا كاتر وتحصت لدماغ أنه ما تسمع ممكن كل شي بالتحصات عملناها كل شي طبيع فيها أخذناها عند دكتورة بسايدة واختصاصيات كثير قالوا توحد دلونا على التروفيسيار لابنت أخذناها قالوا من قالكم توحد هذا عند ريوني بالجزم وبالدماغ نقص فيتامين ما دروا تكون توحد اللي قالكم توحد غلطة مين شكرا مش كل شي توحد نحن عفوا نحن مش كل شي توحد عم نقول أنه هذا توحد صحيح مية بالمية معيك مشكل شي توحد مشكل شي ديسفازي مشكل شي ADHD ويلي عم نخذ له الدواء التريس ضروري قبل ما كل التيم يوافق على التشخيص أكيد يعني أكيد خسائية النطق ما لازم هي تقول دغري هيدا ADHD أو هيدا أوتيست أو هيدا ديسفازي لازم يكون فيه أراء لأشخاص متخصصين كمان تانين لأنه ممكن أنا أشوف يمكن بهيدا الوقت فرجاني هيدا الشي يمكن يروح عند أخصائيين تانين يفرج شي تاني يعني إذا بدك نحن لازم ناخد الأنتي تا كلها طبعا وهذا اللي اليوم موضوعنا بالتحديد يعني يعني ما لازم نستعجل يعني ممكن تكون كذا شخص بكون باستشارة مع الأم والأب مع الولاد نعم بالسانتريت المتخصصة بيكون فيه كذا أخصائي في بعض العيادات مثل البولي كلينيك كمان بيكون فيه أرتوفونيس بسيكوموتريسيان بسيكولوك بس أنا برجع بشدد وبقول أنه لما بيكون فيه أي علامة استفهام والطفل مش عم بيتطور لازم يتوجه لعند البيدو لأنه إجباري وبأي حال اللي كانت يكون فيه تحسن مية بالمية وكمان البيدو بيدياتري بيشتغلوا كمان اثنين يساعدوا الأهل حسب الحالة حسب الحالة هذا يساعد الأهل أنه يربحوا وقت يختصروا الأشي اللي يقطعوا فيها ليروحوا ضغري على العلاج المظبوط ليساعدوا الطفل أنا بدأ أشكرك على هذه الحلقة وبدأ أشكركم على هذه التوعية وبدأ واجه تحية لكل الفريق وكلهم منذوف ومنذكر بوجودهم معنا لأنه تعملوا شغل كثير حلو بهك تناغم العمال أنه تساعدوا الأهل قد ما فيكن أهلا وسهلا فيك كاتيا حبيب رح ناخد بريك صغير ومنرجع نحن ليكون معنا